خلال مؤتمر أقيم مؤخرا عن مستقبل محرك البحث في عصر الذكاء الاصطناعي أعلنت جوجل عن ميزات جديدة لجعل محرك البحث أكثر كفاءة وتسمح للبحث ليس فقط بتوجيه المستخدم إلى الروابط بل أيضا للقيام بما يطلبه بدءا من الإجابة على أي سؤال أو المساعدة في البحث والتخطيط أو الإعداد لأي موضوع بحث ما من بين الميزات التي أعلنت عنها جوجل الميزة المسمات ملخص النتائج المبني على الذكاء الاصطناعي قالت الشركة إنها ستساعد المستخدمين الذين يحتاجون إلى إجابة سريعة كما توفر عليهم الوقت فيما جرب مليارات المستخدمين هذه الميزة حتى الآن كجزء من الخدمة التجربية لكن في المقابل واجهت الميزات الجديدة في البحث بالذكاء الاصطناعي انتقادات واسعة لتقديمها إيجابات غير منتظمة وغير دقيقة ما عرضها للسخرية على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي وفي هذا الوقت تراجعت شركة جوجل عن ميزة البحث بالذكاء الاصطناعي بعد الأخطاء والانتقادات التي أثارت جدلا وسخرية بين المستخدمين وأعادت تسمية تجربة البحث بالذكاء الاصطناعي من SGE إلى AI Overview التي تهدف إلى الإجابة مباشرة على صفحة نتائج البحث وتزويد المستخدم بالمعلومات التي يحتاجها بأسرع وقت ممكن دون الحاجة للنقر على العديد من الروابط وبينما لا يمكن إيقافها تماما يمكن لهذه التعديلات أن تجعلها أكثر قبولا على الأقل بحسب الشركة لكن ناشرين ومصادر أخرى يشعرون ببعض القلق حيال هذه التكنولوجيا ولتجنب الوقوع في أخطاء جراء البحث بالذكاء الاصطناعي تقترح شركة جوجل حلولا عدة من بينها إلغاء البحث تماما عبر منصتها بالذكاء الاصطناعي كما تعطي إرشادات تقنية للمستخدم يمكنه تفادي بها أي خطأ لكن من المحتمل أن لا توفر جوجل طريقة رسمية لإلغاء الاشتراك في هذه الميزة للمستخدمين خاصة فيما يتعلق بإلغاء ظهور الشركات من خلال نتائج البحث بالذكاء الاصطناعي للحديث أكثر معنا الآن من ولاية فيرجينيا مايكل ليتمان أستاذ في علوم الحاسوب في جامعة براون أهلا بك معنا سيد ليتمان بداية لو قمنا ببحث معين فيما يخص ربما قد يكون موضوع سياسي أو اجتماعي أو الحصول على المعلومة ما هو الاختلاف بعملية البحث ما بين جوجل وما بين الذكاء الاصطناعي من حيث النتائج ومن حيث المعلومات التي يتم تقديمها هناك طرق عديدة من خلالها استعادة المعلومات مثل جوجل أو مايكروسوفت توفر إجابات النمط الكلاسيكي هو البحث أو ما يسمى بويب سيرج تطبعين الكلمة وتحصلين على صفحات من الإنترنت لها صلة بما طلبتيه وهذا الشيء كان جوجل يحاول الوصول إليه لسنوات وأصبح متميزا فيه ثم هناك فكرة استخدام نماذج اللغة وهي مدربة للوصول إلى الكلمة التالية الطبيعية والتكنولوجيا تستخدم للإجابة على أسئلة والباحثون يشيرون إلى هذا الشيء بأنه هلوسة بمعنى خلق قصة تتناسب مع السؤال ولكن لا تجيب عليه بطريقة صحيحة في آخر عام كان هناك مقاربة Retrieval Augmented Generation حيث الاثنان يجتمعان ونستخدم هذه الويب بيجز والملخصة باستخدام نماذج اللغة ثم في إطار السؤال المعطى يمكن أن تعطيك إجابات سالسة هذا هو الأمل على أي حال اللافت بأن الشركة واجهت انتقادات واسعة بعض ظهور أخطاء وعيوب في نتائج البحث التي قدمت إجابات كما ذكرت غير منتظمة وغير دقيقة ما طبيعة هذه الأخطاء والعيوب؟ أعتقد ما يحاولون عمله صعب ولكن أنت على حق كانت هناك حالات مثيرة للاهتمام مرة أخرى في إطار Retrieval Augmented Generation ما يحدث هو تلخيص الصفحات وتكون المعلومات سيئة فيها أحد الأمثلة أحدهم سأل كيف أتأكد أنني عندما أحضر البيتزا أن تلتصق الجبنة بالخبز أحدهم قال استخدم صمغ غير سام حتى تلتصق الجبنة بالخبز جوجل AI لخص هذه الصفحة وأظهر وكأن النظام يعتقد أن الصمغ هو أحد المكونات الضرورية لصناعة البيتزا هذه هي الأشياء التي يمكن أن تكون خاطئة عندما تستخدمين Retrieval Augmented هذا قد يسبب خطأ أو يكون هناك ضرر هناك نقطة لافتة سيد ليتمان بعض الخبراء يرون بأن هذه الأخطاء التي نتحدث عنها هي جزء من عملية التطوير السريع للذكاء الاصطناعي وتسليط الضوء عليها من الممكن أن يساعد في تطوير وتحسين نماذج الذكاء الاصطناعي فيما يخص عمليات البحث هل تؤيد هذه الرؤية؟ هذه اللعبة معقدة يحاولون لعبها كان هناك انتقاد لجوجل لأنه كان بطيئا في استخدام هذه التكنولوجيا كان متأخرا بأشهر عن OpenAI في نفس الوقت انتقد لأنه قام بالعمل بشكل سريع إذن نعتقد أن ما يحاول جوجل عمله صعب جدا وأنا لا ألومهم ولكن هذا يذكرني وإلى حد كبير بالأيام الأولى من عمليات الويب سيرتش عندما جوجل كانت لديه وصفة سحرية الباحثون الآخرون مثل ألترا فيتسا لا تسمعين عنها لأن جوجل اكتسحها لم يقوموا بعمل جيد جوجل وصل إلى وصفة جيدة ولكن جوجل لم يصل إلى الوصفة الخاصة بالحصول على بيانات جيدة من الذكاء الاصطناعي ورغم ذلك يعني يبقى جوجل على ما يبدو حتى الآن يمتلك العصة الصحرية بالمقابل ألن يؤثر ظهور أخطاء في محركات البحث ربما بالنسبة للذكاء الاصطناعي على ثقة الباحثين وثقة المستخدمين وتحديدا من يهتمون بهذا القطاع من الناحية العلمية نعم أعتقد أن ما نراه هو أن جوجل بشكل عام هو القائد في هذا القطاع والآن يمكن أن نرى أنهم لم يعودوا جيدين كما كانوا عندما يتعلق الأمر بتلخيص الوثائق باستخدام أوبن إي آي هذا يجعلهم مكشوفين وقابلين للموت سوف نرى هل سيحسنون من أدائهم أنا لن أستثنيهم لأنهم قاموا بعمل جيد في عمل منتجات مفيدة لفترة من الوقت ربما يصلون إلى الوصفة الصحرية هناك احتمال آخر قد تخرج جوجل من هذا القطاع ربما يتركون مجال البحث لشركات مثل أوبن إي آي أشكرك جزيلا شكر من ولاية فيرجينيا مايكل ليتمن أستاذ في علوم الحاسو في جامعة براونت شكرا جزيلا لك